أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اليوم المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المراجعين في إنجاز معاملاتهم بسهولة وبوقت قصير التفاصيل في هذا التقرير أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والتموين المرحلة الأولى من الخدمات الإلكترونية الجزئية المتعلقة باستخراج شهادات السجلات والأسماء التجارية من مديرية السجل التجاري في الوزارة بالإضافة إلى ست خدمات إلكترونية تقدمها دائرة مراقبة الشركات وذلك في إطار خطة الوزارة لتسهيل وتبسيط الإجراءات والتحول التدريجي للمعاملات الإلكترونية الخدمات الإلكترونية التي تم إطلاقها اليوم تشكل ما نسبته 30% من إجمال الخدمات التي تنجزها مديرية السجل التجاري ودائرة مراقبة الشركات سنويا لدينا طبعا خطة طموحة إن شاء الله نشتغل عليه على مدار هذا العام والعام القادم لتحويل عدد من خدماتنا اللي نقدمها سواء في مجال دائرة الشركات مراقبة الشركات أو في مجال تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية كذلك في مجال تسجيل براءات الاختراع والعلامات التجارية الصناعة والتجارة تطمح للتحول إلى المعاملات الإلكترونية بشكل كامل بعد أن يتم اعتماد التوقيع الإلكتروني للعملاء ما سيتيح لهم إنجاز العديد من معاملاتهم دون الحاجة إلى مراجعة الوزارة فيما وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكا تقول أن الأردن قد قطع شوطا كبيرا من مرحلة التحول الإلكتروني التي بدأت الوزارة بتنفيذها منذ بداية العام الحالي سنة 2016-2017 المرحلة الثانية بدأت تكون أهمها وبرضو قلنا 120 خدمة رح يكون في عنا مثل مليون رح نشوف وزارة الصناعة والتجارة رح يكون في خدمات مع عمالة عمال الكبرى خدمات مع إدارة التطبيق الخدمات التي تم إطلاقها اليوم تضاف إلى عشرات الخدمات الإلكترونية المكتملة التي أطلقتها الحكومة منذ بداية العام الحالي لكن مدى الإقبال عليها يعتمد على مدى توفيرها للوقت والكلفة على المستخدمين مقارنة بالطريقة التقليدية للحصول على الخدمات محمد الخمايس رؤيا